هي أفعال وليست مجرد أقوال تلك الخطة التي تخطوها حكومته منذ الدقيقة الأولى لأدائها اليمين الدستورية هذا ما قاله رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أثناء افتتاحه معرض صنع في العراق على أرض معرض بغداد الدولي هذه الحكومة منذ اليوم الأول منذ بداية عملها كانت هناك محاولات للتشكيك بأيه عمل تقوم به فإجابة لننتبه ما يقال هنا وهناك خلنا نفكر شون نقدم الخدمة للناس كلمة مقتضبة ألقاها الكاظمي خلال الافتتاح بدأها باعتراف صريح بوجود التحديات التي تقف عائقا أمام رقي الصناعة العراقية وازدهارها موضوع التحديات ووضع العصر بالعجلة يجب أن نهتم به هذا الاعتراف ليس من قبيل الضعف أو التنصل من المسؤولية بل هو منطلق لإصرار الكاظمي وعزمه على ضرورة استعادة الصناعة العراقية لمكانتها العالمية لتتناسب والمكان التاريخي والحضارية للعراق عبر العصور بالمساهمة لابتكارات كما ساهم أجدادنا عبر التاريخ بصناعة الحضارة الإنسانية ممكن العراق اليوم يستعيد هذه الروح الصناعة العراقية تمثل أولوية في منهاج حكومة الكاظمي ليقينه المطلق بأنها من أهم مرتكزات تحقيق السيادة انطلاقا من القول المأثور من لا يأكل من فأسه لن ينطق من رأسه منذ اليوم الأول وفي المنهاج الحكومي لهذه الحكومة أعلننا دعم الصناعة في العراق والعمل على استعادة عافيتها تحت عنوان صنع في العراق منهاج حكومي واضح ذاك الذي وضعه الكاظمي أعطى للصناعة العراقية أولوية قصوى الفرصة متاحة والأمل كبير والأمنيات ستتحقق بجهود الجميع الفرصة متاحة الفرصة متاحة الفرصة متاحة الفرصة متاحة